موسيقى قال يسوع لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها حتى في صلب المسيح كل الأحداث تسير بخطة الله رغم أن المسيح عم بموت كإنسان لكن أيضا لتتميم نبوات عديدة طبعا كان دخول السبت العظيم الفصح وقبل المغيب لازم يكمل كل شيء فطبعا طلبوا كسر السيقان الشخص على الصليب ممكن يكون 3-4 أيام بيتألم بيكون فيه زي مسند صغير حتى يرفع لأنه على الصليب بموت من الاختناق عدا عن الألام الأخرى في الجسد التمزق اللي بيحدث في الجسد لكن حتى يسرعوا بموتهم فأول شيء عملوا كسروا ساقي للصين وعندما جاءوا إلى يسوع المسيح وجدوه فعلا مات واحد من الجنود طعن المسيح في حربة وعلى أرجح أنه يمكن هذه الحربة دخلت في القلب خرج دم وماء يمكن من الغشاء أنا لست بطبيب لكن يعني نزل دم وماء وهذا دليل واضح على موت المسيح الشيء العجيب أنه حتى هذه الأحداث عم بتسير في إرادة الله لتتميم النبوات خروف الفصح في خروج 12 لا يكسر عظمه ومزمور 34 عظم لا ينكسر يعني ما فيش عظم بينكسر شوف كسره ساقي للصين لكن يسوع لم تكسر ساقاه وبحسب نبوة زكريا طعنوا بالحربة ينوح عليه جميع قبائل الأرض فإذا لاحظ لم يكسر لكن في طعن وضوح شيء يعني غير عادي عجيب جدا التطقيق بتتميم هذه النبوات اندل على شيء بدل أنه الله ساهر على كلمته ليجريها وأيضا أنه كل الأمر كان في سيادة يسوع أنه باختياره طوعا نكس الرأس وأسلم الروح بالكامل حتى يتمم مشيئة الآبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر